السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي رب تكونوا دايما بخير وقدم لكم في هذا الفيديو موقيت الصلاة ليوم الاحد واحد وعشرين رمضان الف ربعمية خمسة واربعين واحد وثلاثين تلاتة الفين اربعة وعشرين من قليلتي انا وحياتي فضلا وتقرما منكم اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك وليك موقيت الصلاة على القاهرة وبعالمحافظات الجمهورية اولا موقيت الصلاة على القاهرة الفجر في الرابع وسبعة تجر دي الشروق في الخمسة واربعين دي الزور في الحادية عشر تسعة وخمسين دي العصر في السادسة وثلاثين دي المغرف في السادسة وثلاثين دي وتوزن للعشاء في السبعة وثلاثين دي موقيت الصلاة على المحافظات الاسكندرية الفجر في الرابع وعشرين دي الشروق في الخمسة وخمسين دي الزور في السادسة واربع دي والعصر في السادسة ستة وثلاثين دي يوزن المغرف في السادسة وثلاثين دي وتوزن للعشاء في السابعة تسعة وثلاثين ديئة موقيت الصلاة على محافظة أسوان الفجر في الرابعة وثمانتاشر ديئة الشروف في الخمسة وحد واربعين ديئة الظهر في الحادية عشر اتنين وخمسين ديئة العصر في السالسة وعشرين ديئة المغري في السالسة واربع ديئة وتوزن العشاء في السبعة وثمانتاشر ديئة موقيت الصلاة على مدينة نوبع الفجر في الرابعة وخمس ديئة الشروف في الخمسة وثلاثين ديئة الظهر في الحديثة عشر خمسة واربعين دقيقة العصر في الثالثة وستة عشر دقيقة المغرب في الخامسة تسعة وخمسين دقيقة وتوزن العشاء في السبع وسبعة وعشر دقيقة موقيت الصلاة بإذن الله تعالى على مدينة شلاتين الفجر في الرابع وثمان دقيقة الشروف في الخامسة واحد وثلاثين دقيقة الظهر في الحديثة عشر اتنين واربعين دقيقة العصر في الثالثة وتسعة دقيقة ويؤزن المغرب في الخامسة تلات وخمسين دقيقة وتوزن العشاء في السبع وست دقيق موقع تصراع على مدينة أو محافظة بور سعيد الفجر بإذن الله تعالى يوزن في الرابعة وحد وشر ديئة الشرق في الخامسة واربعين ديئة الظروف في الحادث عشر خمس وخمسين ديئة العصر في السالسة سبع وشرين ديئة المغرب في السادسة وعشر ديئة وتوزن العشاء في السبعة سبع وشرين ديئة موقع تصراع على مدينة أو محافظة السويس الفجر بإذن الله تعالى في الربع واثنشر دقيقة الشروق في الخامسة واربعين دقيقة الظهر في الحادثة عشر أربعة وخمسين دقيقة العصر في السالسة خمسة وعشرين دقيقة المغرب في السادسة وثمان دقيقة وتوزن العجاء في السابع سبع وشرين دقيقة موقت الصلاة على مدينة أطور يؤذن الفجر بإذن الله تعالى على مدينة أطور في تمام الساعة الرابعة وعشر دقيقة الشروق في الخامسة ستة وثلاثين دقيقة الظهر في الحادثة عشر وخمسين دقيقة العصر في الثالثة وعشرين ديئة المغرب في الثالثة وثلاث دقائق وتؤزن العشاء في السابعة وعشرين ديئة موقف الصراع على مدينة طمنهور الفجر في الرابعة وتسعة عشر ديئة الشروف في الخامسة تمانية واربعين ديئة الظروف الثانية عشر ودقيقتين العصر في الثالثة وثلاثين ديئة المغرب في الثالثة وسبعت عشر ديئة وتؤزن العشاء في السابعة ستة وثلاثين ديئة